موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أقاتكم مرة أخرى بكل خير أعزائي طلاب الصف الثامن سنبدأ اليوم بشرح الجزء الأول من درس العناصر والجدول الدوري سنكون إن شاء الله في نهاية هذا الدرس قادرين على وصف الجدول الدوري الحديث بالإضافة إلى توضيح مفهوم كل من المجموعة والدورة في الجدول الدوري الحديث موسيقى قبل سنوات كثيرة اجتهد العلماء على ترتيب العناصر في جدول معين ومن بين أبرز هؤلاء العلماء كان العالم مندليف الذي عمل على ترتيب هذه العناصر في جدول أطلق عليه جدول مندليف وتم ترتيب هذه العناصر في الجدول بناء على تزايد أوزانها الذرية واتفق العلماء حديثا على ترتيب هذه العناصر ضمن جدول دوري حسب تزايد أعدادها الذرية كما نرى هذا هو نموذج الجدول الدوري الحديث سنقوم بوصف هذا الجدول الذي أمامنا كما نعلم فإن هذا الجدول يحتوي على عائلتين رئيستين هما العائلة الأولى وهي عائلة A التي تحتوي على هذه العناصر الموجودة أمامنا في الجدول أما عن الأعمدة الموجودة في الجدول الدوري فإنه يتكون من 18 عمود مقسمة إلى 8 أعمدة في العائلة A و10 أعمدة في العائلة B سنركز خلال دراستنا على العائلة A والتي تحتوي على 8 أعمدة العمود الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع والثامن أما عن صفوف الجدول الدوري يحتوي الجدول الدوري على 7 صفوف مرتبة كالآتي الصف الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس والصف السابع وبهذا سنسمي العمود في الجدول الدوري باسم المجموعة وكذلك سنسمي الصف في الجدول الدوري باسم الدورة سنتعرف الآن عزيزي الطالب إلى كيفية تحديد مجموعة العنصر في الجدول الدوري من خلال التوزيع الإلكتروني لهذه الذرة لدينا هنا مجموعة من العناصر عنصر البيريليوم والذي عدد إلكتروناته 4 عنصر الكالسيوم الذي عدد إلكتروناته 20 بالإضافة إلى عنصر الماقنيسيوم الذي عدد إلكتروناته 12 سنبدأ بكتابة التوزيع الإلكتروني لعنصر البيريليوم من اليسار إلى اليمين المستوى الأول لديه إلكترونين ويبقى لدينا إلكترونين في مستوى الطاقة الثاني أما عن عنصر الكالسيوم سيكون توزيعه الإلكتروني كالتالي من اليسار إلى اليمين أيضا 2-8-8-2 وأخيرا لدينا عنصر الماقنيسيوم الذي توزيعه الإلكتروني 2-8-2 سنقارن الآن عزيز الطالب بين هذه العناصر من حيث عدد إلكترونات التكافؤ دعونا نستذكر ما أخذناه في الحصة السابقة أن إلكترونات التكافؤ هي الإلكترونات التي تتواجد في مستوى الطاقة الأخير حول نواة الذرة فعدد إلكترونات التكافؤ لعنصر البيريليون 2 وعدد إلكترونات التكافؤ لعنصر الكالسيوم أيضا 2 وعدد إلكترونات التكافؤ لعنصر الماقنيسيوم كذلك 2 وهذه هي إلكترونات التكافؤ والآن ما رقم المجموعة الذي تترتب فيه هذه العناصر وما علاقتها بإلكترونات التكافؤ عنصر البيريليام الذي يتواجد كما نرى في المجموعة الثانية في الجدول الدوري بالإضافة إلى عنصر الكالسيوم أيضا الذي يتواجد في المجموعة الثانية وكذلك عنصر الماغنيسيوم الذي يتواجد في المجموعة الثانية سنكتب الآن التوزيع الإلكتروني لدرات كل من الفلور والكلور كما نرى فإن عنصر الفلور لديه تسعة إلكترونات وعنصر الكلور لديه سبعة عشر إلكترون سنبدأ بكتابة التوزيع الإلكتروني لعنصر لفلور من اليسار إلى اليمين مرة أخرى 2-7 وعنصر لكلور 2-8-7 والآن لنقارن بين العنصرين من حيث عدد إلكترونات التكافؤ العنصرين هما لفلور ولكلور إن عنصر لفلور عدد إلكترونات التكافؤ لديه 7 وعنصر لكلور عدد إلكترونات التكافؤ لديه 7 وكلاهما يتواجدان ضمن المجموعة السابعة في الجدول الدوري وبذلك نستنتج بأن رقم مجموعة العنصر يساوي عدد إلكترونات التكافؤ لهذا العنصر وبشكل عام فإن عناصر المجموعة الواحدة تتشابه في صفاتها الكيميائية ومثال ذلك لدينا عنصري الصوديوم والبوتاسيوم الذين يتواجدان ضمن عناصر المجموعة الأولى يتشابهان في العديد من الصفات الكيميائية سننتقل الآن لنتعرف إلى كيفية تحديد دورة العنصر في الجدول الدوري من خلال كتابة التوزيع الإلكتروني لمجموعة العناصر الموجودة وهي عنصر الكربون الذي عدد إلكتروناته 6 إلكترونات عنصر النيتروجين عدد إلكتروناته 7 وعنصر النيون الذي عدد إلكتروناته 10 كالسابق سنبدأ بكتابة التوزيع الإلكتروني من اليسار إلى اليمين الكربون 2 4 النيتروجين 2 5 والنيون أيضا 2 8 ما عدد مستويات الطاقة في التوزيع الإلكتروني لكل منها؟ مستويات الطاقة هي تلك المستويات التي تدور فيها الإلكترونات حول نواة الذرة عنصر الكربون تتوزع فيه الإلكترونات في مستويين حول نواة الذرة عنصر النيتروجين تتوزع فيه الإلكترونات أيضا في مستويين حول نواة الذرة وكذلك عنصر النيون الذي تتوزع فيه الإلكترونات في مستويين حول نواد الذرة كما نرى في الشكل أمامنا فيكون عدد المستويات لكل عنصر من هذه العناصر يساوي 2 والآن بالاستعانة بهذا الجدول الدوري الذي أمامنا هيا بنا لنحدد الصف الذي تتواجد فيه هذه العناصر الكربون النيتروجين والنيون يتواجد الكربون ضمن الصف الثاني يتواجد النيتروجين أيضا في الصف الثاني وكذلك النيون يتواجد في الصف الثاني برأيك يا عزيز الطالب ما العلاقة بين رقم الصف الذي توجد فيه هذه العناصر وبين مستويات الطاقة نلاحظ عزيز الطالب بأن رقم دورة العنصر تساوي عدد مستويات الطاقة التي تتوزع فيها إلكترونات ذلك العنصر حول نواد الذرة وفي نهاية حصتنا لهذا اليوم لديك عزيز الطالب مهمة تعليمية حدد رقم مجموعة ودورة كل عنصر من العناصر الآتية واستخدم الجدول الدوري للتحقق من إجابتك لديك هذه العناصر الآتية عنصر الفسفور الذي رمزه P وعدده الذر 15 عنصر الألمنيوم الذي رمزه AL وعدده الذر 13 عنصر الأرغون الذي رمزه AR وعدده الذر 18 وأخيرا عنصر الكالسيوم الذي رمزه CA وعدده الذر 20 والآن وقد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أتمنى بأنكم قد استفدتم من هذا الدرس على أمل اللقاء بكم في دروس لاحقة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة